أولا الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في المملكة وموريتانيا للتعاون في المجال الصحي ثانيا الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارتي المالية في المملكة والعراق ثالثا الموافقة على التباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المطارات رابعا عافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حمد بن علي الشويعر وإحسان بن عباس بافقيه وسعيد بن محمد الغامدي أعضاء من القطاع الخاص للعلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات خامسا الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني حتى سن السبعين عامة وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار سادسا قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته سابعا الموافقة على أن يصرف لمستفيد الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء ثامن قرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين وتعديل المادتين الثالثة عشر والسبعة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري تأسعا وفق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقيات حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشر بوزراء المالية اثنان تركية عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة المالية ثالثة تركية علي بن عبد الله بن سعد الحمدة إلى وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة المالية أربعة تركية عبد الرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة مستشار تخطيط بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الاقتصاد والتخطيط 5 تركية المهندس فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز النويسر إلى وظيفة مستشار مشاريع بالمرتبة 15 بالصندوق السعودي للتنمية 6 تركية عبدالله بن محمد بن مهنة المهنة إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 14 بالأمن العام 7 تركية عبدالله بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة مدير عام مراقبة الإرادات بالمرتبة 14 بوزارة المالية ثمانية تركية محمد بن عبد الكريم بن محمد العبد الكريم إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية تسعة تركية سعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل إلى وظيفة مدير عام مطابع الحكومة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية عشرة تركية عبد الرحمن بن عبد الله بن فضل الدعفس إلى وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية هذا وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدوى الاعمال وقد حاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى